السلام عليكم يا معشر المطورين في فيديو جديد في هذا الفيديو سنرى كيف نتعامل مع النصوص في الاندرويد وكيف يمكننا تغيير اللون تغيير الحجم وايضا اتحكم بها من الجافا اذا لنشرع في هذا الدرس سنقوم هنا بصنع دالة جديدة من نوع تكست فيو ثم نعطيها او العرض والطول مثلا نختار اي على كبر التكست الموجود في التكست فيو ونحاول ان نتعامل معها نعطيها الخاصة بها التكست نكتب مثلا نقوم بعمل زوم قرينا لنرى التكست هذا هو التكست الخاص بنا ونحاول التعامل معها الآن اذا من الاتربوط التي يمكن ان نستعملها في التكست فيو ونجده التكست سايز ايه التكست سايز حجم النص الموجود في دالة التكست فيو لنقول تكست سايز ثم نختار مثلا التكست سايز حجم التكست فيو او النص الموجود في وسط التكست فيو قد تغير لنجد مثلا اكثر ثلاثين نرى ايضا ان حجم التكست فيو قد ازداد لنغير الآن الكولور نكتب اندرويد تو بوينت تكست كولور ثم نختار مثلا الاحفر بالنسبة للكولور في اندرويد يمكننا كتابة اي شيء هنا مثلا هذا اف 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 فنتحصل ابيض او نكتب زيرو 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 ثم نأتي هنا الى هذا المربع الملون بالاسود نضغط عليه ونختار اي اي لون نريد اذا اختار مثلا في هذه الحالة الاحمر اضغط على تشوز فنرى ان هنا النص قد تغير الى اللون الاحمر اذا لنحول الان التكست الى او الى بولت فنكتب اندرويد تو بوينت تكست ستايل نختار مثلا بولت نرى ان التكست قد اصبح حجمه اكبر او التكست قد اصبح اكثر وضوح اي بولت ومثلا نريد ان نصبح التكست اي اي به ميلان قليل نكتب اي اذا اردنا ان يكون التكست اي النص واضح وايضا ان يكون بطريقة مائلة نضغط هنا على الت ورقم ستة ثم نكتب بولت بهذه الطريقة يمكننا وضع اختيارين لانه ليس من الممكن كتابة نفس الاتروبيوت مرتين لا يمكن ان نفعل هذا لا يمكن ان نكتب تكست ستايل مرتين ونكتب مرة اتاليك ومرة ثانية بولت اذا يجب علينا وضع الاختيارين مرة واحدة كما قلنا نضغط على الت ورقم ستة ثم نكتب الاختيار الثاني اذا هنا تحصلنا على تكست بحجر ثلاثين اس بي والتكست لونه احمر وايضا هو اتاليك وفي نفس الوقت بولت الان نريد ان نتحكم بالتكست في الجابا كما عاهدنا اي عنصر جرافيك يجب ان نعطيه اولا اي دي نختار تي في اي نقصد بها تكست فيو او نكتب my text view ونذهب الى الجابا ونكتب هنا في او create text view نسمي variable نسميها my text view ثم نقوم بعمل find view by id و r.id.tv hello وكل عادة نقوم بعمل casting او بالضغط على alt enter واختيار cast to android widget text view اذا الان يستطيع ان نتحكم بالتكست view من الجابا نقول مثلا نريد ان نغير التكست الموجود داخل التكست view يمكن ان نعمل هكذا text my text view set text ونكتب اي شيء من نوع string نكتب مثلا نقوم بالتجربة اذا هذه هي النتيجة كما رأينا فاننا من xml قد كتبنا i am the new text view لكن في الجابا قمنا بتغيير هذا المحتوى هذا النص الموجود في داخل text view وحولنا الى you change the content اذا هنا تحصلنا على النتيجة الاخيرة وهي نتيجة الجابا you change the content لكن قبل ان تمر الى الفيديو التالي ارجو منك الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد وضغط على الزر الاعجاب وترك تعليق ان لديك اي استفسار م 춤 impos ارتضاف في قاتل الموض الى الفيديو الجسم